ومثل هذه الأمطار وعلى قلتها تدفع الرعاة الروحل إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن الكلأ والماء وغالبا ما تنتهي هذه الرحلات باستضامات ونزاع كما هو الحال بإقليم تزنيتا الذي شهد مؤخرا مواجهات بين الرعاة الروحل وساكنة القرى تحديدا بمنطقة تفروت الملود التي عرفت أحداثا دامية خلفت مصابين في صفوف الساكنة المحلية بسبب هجوم مئات من قطعان الإبل والأغنام على المناطق الزراعية والمطفية روبرتاج محمد أبو بكر ورشيد لطفي الملود تعيشت اعتداءة جسيما نفذ ملثمون محسوبون على الرعاة الروحلة بمنطقة تفروت الملود حسب الساكنة اعتداءة تتكرر بين الفينة والأخرى بإقليم تزنيتا هنا بقرية أربع الساحل على بعد 90 كم من منطقة تفروت الملود كثير من الفلاحين يشتكون مما يصفونها بغزو الرعاة وأصحاب المواشر محاصلهم هذه التوترات حديثة العهد حسب بعض الفلاحين الناس من اللي كيجيب ألف راس 800 راس وما كيجيوش بالغنب بوحده ولو دابا كيجيبت بالجمولة وكيف قلنا كيقتحموا الدواور أقصى ما يمكن اللي يوصلوا ليه مؤخرا هو أنه تيدخلوا الدواور خلي عليك الأملاك اللي مشات وأنه كما كتعرفوا الجامعة تربع الساحل غير مشمولة بالقانون الرأي وقانون 1313 كما قلت من 2016 لآن باقي هجحة في القاطع استمر في هذه الاعتداءات السافرة على المغروسة ديالسكينة والحقول ديالها العديد من أصحاب المواشر الروحى الوصل إلى أقالم جهة سوسماسة مع مواشرهم هربا من الجفاف في مناطق أخرى مجاورة بعضهم يؤكد أنهم يستندون إلى تقاليد اجتماعي عامقة في ممارسة عملهم غير أن القانون المتعلق بهذا المجال ينص على ضرورة احترام حقي ملكية الغيرة القانون الذي ينظم هذا المجال هو القانون 113 ونعتبره أن قانون حديث وجاء بمقتضيات مهمة جاء بالجهات التي يمكنها أن تحدد المجال الرعوي كذلك جاء بمقتضيات صارمة أعطيت للسلطة المحلية لضبط عمل الرعي ولزجر هذه العامية تصل إلى حين جمع هذه المواشئ الرعاة يتمسكون بحريتهم في التنقل أينما شاء فيما يؤكد الفلاحون أن حقهم في هذه الأراضي له جذور تاريخية ترجمة نانسي قنقر